طالب وطالبات مدارس المتزخ خاصة الصف الثالث الاعدادي معكم مصر طاويد وجدي ومراجعة جديد من مراجعات الدراسات الاجتماعية هنراجع مع بعض الشبابين النهاردة مع بعض الشخصيات التاريخية جمال عبدالنصر كون تنظيم الضباط الاحرار الذي قام بصورة تلاتة وعشرين نيليو الف تولى رئاسة مصر بعد اللواء محمد نجيب ومن اهم اعماله انه عقد اتفاقية الجلاء مع انجترا اتنين امام قناة السويس توفي جمال عبدالنصر في سبتمبر الف وتسعمائة وسبعين. اللواء محمد نجيب احد الضباط الاحرار والقائد العام للقوات المسلحة ازيع الباني اول لصورة باسمها وبصوت السادات اول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد صورة ثلاثة وعشرين نيليو الف وتسعمائة اتنين وخمسين. الملك فاروق هو اخر خلفاء محمد عليه وقامت في عدو ثلاثة وعشرين نيليو الف وتسعمائة اتنين وخمسين. تنازع من عشر ابنه احمد فؤاد التاني وكان طفلا في ذلك الوقت. غادر البلاد قبل المعادة المحدد له وستة وعشرين نيليو الف وتسعمائة وخمسين لانه ادرك ان الشعب والجيش كان حكمه وتخلي الانجليز عنه. محمد انور السادات احد الضباط الاحرارة زين اقاموا بصورة ثلاثة وعشرين نيليو الف وتسعمائة وخمسين. ازاع الباني الاول للصورة من ضر ازاع المصرية بصوتاه وباسم اللواء محمد نجيب. تولى رئاسة مصر بعد وفاة الزعيم جمال عبد المصر. اعطى اشارة بك الامات العسكرية لحرب باكتوبر الف وتسعمائة تلاتة وسبعين. بادر بزيارة اسرائيل لحل النزاع العرب الاسرائيلي عام الف وتسعمائة سبعة وسبعين. ده الرئيس الامريكي جيمي كارتر لاجتماعات في كامب ديفيد. اقد معادة السلام مع اسرائيل في عام الف وتسعمائة تسعة وسبعين. توفى عام الف وتسعمائة واحد وتمانين. بيلفور او جيمس بيلفور. هو زي خارجي بريطانيا. اصدر وعد تصريح لليهود باقامة وطن قامي يهود في فلسطين عام الف وتسعمائة وسبعتاشر. ويوصف بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. بيلفور وزير خارجية بريطانيا. اصدر وعد اليهود باقامة وطن قامي لهم في فلسطين. وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. الفريق اول عبد المنعم اللي قد. رئيس اركان القوات المسلحة. واحد الاعمال الرئيسية اللي تتمع ذلايا الرئيس جمال عبد الناصر في اعادة بناء القوات المسلحة في حرب الاستنزاف. استوشيت خلال حرب الاستنزاف. ولجيب حان اقول لك من هو احد اشواء ده حرب الاستنزاف. هو الفريق عبد المنعم رياض. المشير احمد اسماعيل. كان وزير حربية وقت ذلك للقوات المسلحة. ومدير المخابرات العامة. تولى القيادة العامة المحدة للقوات المصرية والسورية في حرب اكتوبر الف وتسعمائة سبعين. وتولى التخطيط والتنصيق عجبهتين. المصرية والسورية. قاضح خطة الخداع لصرف انظار اسرائيل عن التجهزات الهجومية. يبقى جماعة هو تولى قيادة العامة الموحدة وتولى خطة الخداع. عشان كده حصل الوسام نجم السيناء ويعد اعلى الاوسمة العسكرية في مصر. الفريق سعد الدين شازلي. اختراعه رئيس السادات رئيس الارقان حرب القوات المسلحة عام الف وتسعمائة وسبعين. شارك مع القاضي والعسكريين في تطوير القوات المسلحة وفي وضع خطة العبور لقاناة السويس وتحطيم خط بريف وقام في تنفيذها في حرب اكتوبر الف وتسعمائة تلاتة وسبعين. يعني هو اللي حط خطة العبور وقام بتنفيذها في اكتوبر الف وتسعمائة تلاتة وسبعين. تم تكريم اسمه في الزكرة تسعة وتلاتين لحرب اكتوبر بمنح اسمه قلادة النيل. الفريق محمد عبدالغاني الجمسي شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عام الف وتسعمائة اتنين وسبعين. حيث قامت الهيئة باعداد ودراسة عن انسة بالتوقيتات للقيام بالعملات الوجومية على اسرائيل. في الجابتين المصرية والسرائية في ذاك الوقت. مما كان له اثر كبير في احراز نصر اكتوبر. اصبح رئيس الاركان حرب قوات المسلحة عام الف وتسعمائة وسبعين بعد الحرب مباشرة. جميلة حافظ. اصدرت اول مجلة نسائية في مصر عام الف وتسعمائة وسبعة وتسمى بمجلة الرايحانة للدفاع عن حجور المرأة ومكانتها. وتبنى قضايا نسائية ثم تحولت الى جريدة عام الف وتسعمائة وتمانية. يبقى لك من هي? اصدرت اول مجلة نسائية في مصر مجلة الرايحانة هي السيدة جميلة حافظ. هدى شعروي. شكلت لجنة الوفد المركزية السيدات عام الف وتسعمائة وعشرين بعد قيام صورة الف وتسعمائة وصع percent free وانتخبت هدى شعروي رئيسا لهذه اللجنة. تاني شكلت لجنة الوفد المركزية السيدات بعد قيام صورة الف وتسعمائة وي تسعة ترشر. حكمة ابو زيت. اول وزيشين اجتماعية في مصر عام الف وتسعمائة وده كان في عهد الرئيس جمال عبد النصر. تاني حكمة ابو زيت اول وزير الشؤون الاجتماعية في مصر عام الف وتسعمائة اتنين وستين في عهد الرئيس جمال عبد النصر. عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس محمد انور السادات عام الف وتسعمائة واحد وسبعين. تاني شباب عائشة راتب هي وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس السادات عام 1971 امال عثمان شغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب تاني شغلت منصب رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس النواب لوقت المعروف ذلك الوقت باسم مجلس الشعب عدلي منصور رئيس المحكمة الدستوريلي عليا بعد عزل محمد مرسي تسلم السلطة لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يليو 2013 من هو؟ رئيس المحكمة الدستوريلي عليا تولى حكم مصر بعد عزل محمد مرسي لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو عدلي منصور محمد مرسي هو مرشح حزب الحرية والعدالة أليس أولى حكم بلاد نتيجة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 تاني محمد مرسي هو مرشح حزب الحرية والعدالة فاز بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 محمد حسني مبارك قاض سلاحة تيران في حرب اكتوبر عام 1973 تولى رئاسة البلاد بعد الرئيس الروحي محمد أون وسادات من عام 1981 وحتى عام 2011 تخلى عن صوت البلاد في 11 فبراي 2011 وتولى بعد ذلك المجلس الاعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة البلاد بعد فزارة الانتخابات الرئاسية عام 2014 وحتى الآن تولى رئاسة اتحاد افريقيا عام 2019 وألقى قلمته في احتفال يوم افريقيا في مايو عام 2019 أشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب في الفيديو القادم